اشتركوا في القناة في مملكة البحرين ووصوله إلى مستويات رفيعة على مختلف الأصعدة في ظل رؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى أهل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والتي جعلت من التعليم في المملكة في مراكز متقدمة مشيرا إلى أن تحقيق مدرسة الإيمان المركز الأول يؤكد ما يتمتع به طلاب وطالبات مملكة البحرين وشباب البحرين من شغف بالقراءة وحب عميق تنمية حب لها الأمر الذي ساهم في غرس القراءة كعادة متأصلة في حياتهم وتوسع مداركهم وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تتويج الفائزين في المسابقة والتي من بينهم مدرسة الإيمان البحرينية مؤكدا أن سموه يقود مشروعا كبيرا وضخما ساهم في انتشار القراءة في الوطن العربي ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجهود مدرسة الإيمان ومجلس الإدارة والهيئة التعليمية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز كما أثناء سموه على دور أولياء الأمور في غرس حب القراءة بين أبنائهم